أعلنت وزارة الصحة تحديث اشتراطات وضوابط الدخول إلى الأراضي المصرية عبر أقسام الحجر الصحي في المطارات والموانئ البحرية والمعابر البحرية البرية أيضا بدءا من يوم السبت المقبل يأتي ذلك في ضوء مستجدات الموقف الوبائي لفيروس كورونا عالميا بما يساهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين والوافدين مع الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في مواجهة الجائحة هذا وقد أوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات اشترطت حصول القادمين إلى البلاد سواء من المصريين أو غير المصريين على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو من هيئة الدواء المصرية وأضافت الوزارة أنه يشترط أيضا مرور 14 يوما على التطعيم برجرعة الثانية بالنسبة للقاحات ذات الجرعتين أو 14 يوما على الأقل من التطعيم باللقاحات المقرر لها جرعة واحدة وذلك قبل الوصول إلى الأراضي المصرية وفي حال عدم يوجود شهادة تفيد بتلقي اللقاح فيشترط أن يكون القادم للبلاد حائزا لشهادة تفيد بسلبيته لفيروس كورونا بأي فحص من الفحوصات المعتمدة من قبل الوزارة خلال 72 ساعة قبل الوصول إلى منافذ الدخول المصرية على أن يتم استثناء الأطفال الأقل من 12 عاما اشتركوا في القناة